كتاب الدولة المكية بالمادة الغيبية لما وصل الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى إلى أرض الحجاز المقدسة لأداء حجه الثاني ولزيارة الحرمين الشريفين كان ذلك عام 1323 للهجرة طرح عليه بعض العلماء سؤالا عن مسألة الغيب ولعل بعضهم كان يريد أن يؤكد للحكومة القائمة آنذاك بأن اتهامهم بأن الإمام أحمد رضا خان يسوي العلم النبوي بالعلم الإلهي صحيح فقام الإمام أحمد رضا خان رحمه الله بإعداد بحث علميا عن هذه المسألة وجعل له اسمه التاريخي الدولة المكية بالمادة الغيبية ذكر فيه مباحث تتعلق بالعلوم الرياضية وعلم الفلسفة والمنطق أيضا وقد أتمه رحمه الله تعالى في حجه في تاريخ سبع وعشرين من ذي الحجة عام 1323 رد فيه على هذه التهمة وقد قرأه الشيخ صالح كمال مهتمكة المكرمة بمجلس الشريف أمام حشد كبير من العلماء فترك البحث أثرا عميقا في قلوبهم وقرض عليه حوالي خمسين عالما من علماء الحرمين الشريفين وخمسة عشر عالما من علماء الدول الإسلامية الأخرى إن الإيمان أحمد رضا خان رحمه الله تعالى قد وفق في هذه المقالة بين الآيات الدالة على اختصاص العلوم الغيبية بالله تعالى وبين الآيات الدالة على أن الله تعالى أطلع نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم على العلوم الغيبية وأنه جل جلاله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها ووجه التطبيق بين هذين النوعين من الآيات الكريمة أن علم الله تعالى ذاتي مختص به تعالى ومن أثبت منه شيئا لغيره فقد اقترف كفرا صليحا وشركا بواحا أما العلوم الغيبية التي شرف الله تعالى وأكرم بها حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فحاصلة له من ربه تعالى وليست بذاتية ومن أثبت منها شيئا لله فقد كفر والعياذ بالله بمعلى أن الله تعالى أيضا تأتيه العلوم كسبية فهذا كفر والعياذ بالله ويجب علينا أن نؤمن بهذين النوعين من الآيات لأن الإيمان بهما شعبة من شعب الإيمان وإن كانوا أي منهما كفر وخروج عن حضيرة الإسلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفعكم بما يعلمنا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبركاته وسلم